إسرائيل تواجه معضلة إما أن تسعى إلى تحقيق النصر على حماس أو تستسلم لمطالب الحركة ووفق صحيفة يدعوت أحرنوت أكد مسؤولون أمريكيون أن يحيى السنوار طلب بتعهد إسرائيلي بضمان سلامته وعدم اختياله كجزء من الصفق المرتقبة بين الطرفين وأنه يرسل رسال قصيرة وواضحة ويقدر أنها ستصل إلى مسؤولين قبار في إسرائيل وفي آخر التطورات الميدانية وبعد ساعات من ضغط بايدن على نتنياهو قتل 11 فلسطينيا على الأقل وجرح آخرون في قصف إسرائيلي استهدف شمال القطاع كما توغلت القوات الإسرائيلية أكثر في مناطق بوسط وجنوب قطاع غزة حيث دارت اجتباكات عنيفة مع حماس في السياق أقر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية المستقيل مجددا خلال مراسم تركه لمنصبه بالمسؤولية عن الإخفاقات التي سمحت بوقوع هجوم السابع من تشين الأول من جهة ثانية اقتحم مستعمرون بحات المسجد الأقصى في مدينة القدس بحماية الشرطة الإسرائيلية ونفذوا جولات استفزازية فيما حولت الشرطة البلدة القديمة إلى ثقنة عسكرية ونشرت المئات من عناصرها في شوارعها خصوصا عند بوابات الأقصى وفرضت قيودا على دخول المصلين الفلسطينيين وبعدما توعدت إيران برد مدمر لمعاقبة إسرائيل أعلن الجيش الأمريكي أن حاملة الطائرات يو اس اس أبرهام لينكن والمدمرات المرافقة لها وصلت إلى الشرق الأوسط بعدما أمر وزير الدفاع لويد أوستن هذه المجموعة البحرية الضاربة بتسريع عملية انتقالها إلى المنطقة وبذلك يرتفع عددها إلى أثنتين أقله بصورة موقعة ترجمة نانسي قنقر